لا أنكى من جرائم الحرب والانتهاكات التي ترتكب كل يوم غير غياب العدالة وبقاء الضحايا بلا إنصاف وهي مأساة إضافية تعيشها اليمن منذ بداية الانقلاب وما تبيعه من حرب وغارات جوية تسببت بسقوط مدنيين فكلما جاء تحرك لإيصال ملف الانتهاكات الإنسانية إلى العالم أتى تحرك آخر مضاد وأصبح ذلك تعبيرا عن تحول المنظمات الحقوقية المحلية إلى أدوات بيد أطراف القتال في الجديد قالت صحيفة الشرق الأوسط إن الحكومة اليمنية تعمل على جمع الوثائق والأدلة المتعلقة بتورط عشرات القيادات الحوثية تمهيدا لتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية الصحيفة نقلت عن وزير حقوق الإنسان محمد عسكر أن لجنة وطنية جرى تشكيلها لتوثيق كل المعلومات عن القيادات العسكرية والسياسية والميدانية التي أصدرت أوامر بقتل مدنيين أو تلك القيادات التي أمرت بتعذيب المعتقلين في سجون ميليشيا حوثي وفيما أنتجت هذه الحرب تبعات كبيرة خلال ثلاثة أعوام أشارت وزارة حقوق الإنسان إلى أنها قدمت عددا من الملفات إلى فريق التحقيق الدولي الذي أرسله مجلس حقوق الإنسان تتضمن هذه الملفات العديد من الجرائم التي نفذتها الميليشيا بحق المواطنين جدل واسع إذن يشهده الملف الحقوقي منذ بداية تهميش واقع الانتهاكات ففي الوقت الذي أثارت فيه الدعوات الأممية لإنشاء لجنة تحقيق دولية حول الانتهاكات في اليمن ظلت التساؤلات تطرح عن دوافع هذه الدعوات وفي المقابل ظلت التساؤلات قائمة أيضا عن الإنجازات التي حققتها اللجنة الوطنية المشكلة حكوميا طيلة فترة عملها اشتركوا في القناة